ابقى معي عبدالله اسمح لي أن أنتقل إلى رمالة ومراسلنا فادي العصى فادي أهلا بك إذن أيضا الضفة الغربية شاهدت تطورات واشتباكات خلال الليلة الماضية ماذا في التفاصيل لديك؟ صحيح فرح هذه الاشتباكات حتى استمرت إذا ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم أبرز الاقتحامات كان في منطقة مخيم نور شمس أبدأ به الذي كان آخر المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال مع ساعات صباح هذا اليوم خلف دمارا وخرابا كبيرين في منازل المواطنين الفلسطينيين وكذلك أيضا في ممتلكاتهم داخل أزقة هذه المخيم الموضوع بدأ في مخيم نور شمس تحديدا عندما اقتحمت قوة خاصة كما يقول الأهالي في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية ويبدو أنه تبين وانكشف أمرها من خلال المقاومين الفلسطينيين المسلحين الذين يتحصنون في داخل أزقة هذا المخيم سلطة الاحتلال الإسرائيلي يبدو بعد أن انكشف أمر القوات الخاصة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل هذا المخيم وحتى أن هناك كان برفقتها جرافة قامت بتجريف كل من كان بأمامها حتى أنه بعد الانسحاب تبين حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال ومركبات المواطنين خاصة المتوقفة على جنبي الشارع وهذه الطريقة التي جرفت بها هذه الجرافة عندما اقتحمت مخيم نور شمس بطول كرم حتى تسهل أليات الاحتلال العسكرية وتسهل اقتحام جيش الاحتلال لهذا الموقع أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات وكذلك أيضا سماع إطلاق نار في داخل المخيم جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز أدى ذلك إلى إصابة شابين على الأقل بالرصاص هذا منقله نقل إلى المراكز الطبية داخل هذا المخيم إضافة إلى عشرات حالات الاختناق التي كانت نتيجة إطلاق قنابل الغاز جيش الاحتلال اعتقل أربعة شبان من داخل منازلهم في هذا المخيم قبل أن يستمر الاقتحام تقريبا قرابة الساعتين ومن ثم ينسحب جيش الاحتلال ويكشف بعد انسحابه عن أثار الدمار والخراب التي خلفها نتيجة اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية نقطة أخرى كانت ساخنة أيضا مدينة طوباس وبلدة طمون جنوب هذه المدينة أيضا شمال الضفة الغربية عندما اقتحمها جيش الاحتلال يبدو لتنفيذ عمليات اعتقال اعتقل شابين من منزلهما بعد تفتيشها والعبث بمحتوياتها كما يقول الأهالي وكذلك أيضا اندلعت اشتباكات مسلحة ما بين قوات الاحتلال المقتحمة وبين مقاومين فلسطينيين مسلحين لم تتوقف هذه الحصيلة فقط عند هذا الاقتحام في طمون ومخيم نور شمس بمدينة طول كرم عمليات الاعتقال طالت لغاية اللحظة حسب الاحصائيات وقد يكون العدد اكثر من ذلك ثلاثة عشر مواطنا كما ذكرنا اربعة منهم من مخيم نور شمس واثنين من منطقة طوباس كان هناك مداهمات ايضا في رام الله واعتقال احد الشبان وكذلك ايضا في بيت لاحم واعتقال اسيرين محررين تم الافراج عنهما خلال الاشهر الماضية سلطة الاحتلال داهمت مدينة دورة جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وكان هناك ايضا عملية اعتقال في هذا السياق نتحدث ايضا عن اصابات سجلت في الرصاص في منطقة طوباس كذلك في المواجهات والاشتباكات المسلحة التي وقعت هناك اضافة الى عشرات حالات الاختناق مع ساعات صباح هذا اليوم كذلك ايضا اعلن مدير احد المستشفيات في منطقة جنين عن استشهاد الشاب اوسيكميل يبلغ من العمر ثلاثين عاما هذا الشاب كان اصيب برصاص جيش الاحتلال ووصفت اصابته بانها حرجة عندما اقتحم جيش الاحتلال منطقة قباطية جنوب مدينة جنين يوم امس فجرا طبعا الاقتحام الذي خلف شهيدين احدهما يبلغ من العمر تسعة عشر عاما وهو من منطقة قباطية والاخر يبلغ من العمر 24 عاما وهو من منطقة مخيم جنين كذلك ايضا قام جيش الاحتلال بعمليات مداهمة واعتقال وتخريب في محتويات منازل المواطنين في قباطية يوم امس وكان هناك اصابة كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية للشاب ويسيكميل ثلاثون عاما طبعا باصابات حرجة اليوم صباحا وفجرا اعلن عن استشهاد هذا الشاب هو اب لثلاثة اطفال وسيكون هناك تشيع له اليوم في بلدته قباطية جنوب محافظة جنين يرفع عدد الشهداء الى اكثر من 110 شهداء في ارجاء الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس المحتلة مع استشهاد كميل وهو يضاف الى عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص وقصف قوات الاحتلال